تعادوا الاخر للاهلي اليوم امام سيراميكا كليوباترا ومرسي كولر ينتقد مهاجمين يمكن النهاردة الاهلي سيطرة وهدد مرمى سيراميكا كتير بس اللامسة الاخيرة اكتر حاجة بتوقف عاقق قدام شغل كولر التكتيكي النهاردة كولر قال انا جربت كل المهاجمين وانا شغلي اوصل اللاعبين للمرمى وده حصل الاهلي هاجين مهاجم اكيد في يناير بس اكيد في عمية علامة استفهام على دخول الاهلي الضعيف في فترة الانتقالات الصيفية الملفت انه بقى واقع انه مفيش فريق يقدر يضمن السلاسي قاط في اي مبارازة يا زمان حتى لو الاهلي والزمالك والسبب انه كله بقى شبع بعض يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 اليوم تعاد الاهلي ايجابيا مع سيراميكا كليوباترا التعادل الثاني على التوالي بعد سلسلة من الانتصارات مع مارسل كولر بدأت النتائج تتراجع نسبيا نسبيا الحكاية حكاية جودة لعبين وده كتير قوي قلته ده يخص الاهلي والزمالك والاسماعيلي والبيرامدز وفيوتشر واي نادي في مصر اي نادي في مصر في لعيبة كويسة في مصر في لعيبة كويسة بالترتيب الحاجات يعني ممكن نقول مقبولة لعيبة مقبولة بس بصراحة مش جيدة ولا طبعا امتياز هي مقبولة المقبول ده ما بيحل لكش حاجات كتيرة اوش احنا عايشين وسط لعيبة مقبولة في نضرة واضحة جدا في المواهب واضحة وهديك الدليل النهارده مرسل كورة انتقد بشكل غير مباشر مهاجميه وقالك انا جربت كل المهاجمين وما فيش حد بيخلص يعني ما فيش حد بيسجل اعمل ايه انا جربت شادي حسين جربت محمد شريف جربت حسام حسن لعيبت برستاوتساب لعيبت حتى برونو سابي ومهاجم يعني ما عنديش خلاص اعمل ايه انا شغلانتي اوصل اللاعبين للمرمى النهارده الاهلي فعلا كان عنده عشر كورات على المرمى عشر كورات على المرمى بين الثلاث خشبات واللعيب ما بتسجلش وهدف الاهلي اللي جيه النهارده كان من ضربة جزاء كمان فهو الراجل خلاص يعني مش عارف يقول ايه مش عارف يعمل ايه الدليل اللي كنت بقولك عليه من شوية النادي الاهلي بيعتراف مارسل كورة بيعنيك يعني مش لازم يعتراف مارسل كورة لموديل فني بس بيعنيك لعنده مشكلة في المهاجم واضحة جدا نادي الزمالك المهاجم اللي افضل عنده هو سيف الجزيرة تونسي نادي بيرامد مثلا يعني المهاجم الاساسي بتاعه فخر لقايا وعد بقى كل الفرق لو لقيت حتى مهاجم كويس غالبا مش هتلاقيه مهاجم مصر يعني النهارده سيرميك لوباتر المهاجم الكويس اللي عندهم جون إيبوك لما أنت قصة بتجي تفكر من المهاجم المصري دلوقتي اللي يلعب لمنتخب مصر هتول مستوى محمد ومش هتعرف تحط مين بعديه مع كامل الاحترام للجميع مع كامل الاحترام للجميع ففي مشكلة في مركز مهم جدا للأنديا في مصر وللمنتخب أولا وأخيرا مشكلة أزمة طيب الحل إيه أنا من كتر ما أنا قلت الحل دوت بقيت حاس أن أنا بقرر وبقيت زهقان بس الحل لازم نجيب محترفين أجانب كتير في مصر بكواليتي عالي عالي مش محترفين كتير وخلاص نجيب محترفين أجانب في مصر بكواليتي عالي هيفرقوا مع قوة المسابقة هيفيدوا الأندية والأهم بالنسبة لي إن هم هيفيدوا اللعب المصري معه سين أنا مش هزيز كرة أسمائي يعني سين لما يشوف مستوى صاد اللي تحتوي فسين كده كده هينزله هيبقى شبهه لكن سين ده لما يشوف المحترف الأجنبي الجامد اللي هو كده هيحاول يوصل لهنا وديتكم مثل أول مبارح بمبارات النصر السعودي والهلال السعودي دربي الكرة السعودية في محترفين أجانب رائعين في الملعب رائعين التمن إيه؟ إن اللاعبين السعوديين اللي بيلعبوا جنبهم مستوهم عالي جدا جدا لازم محترفين كبار والنهار ده مارس الكرة اللي تتحدث عن هذا الأمر وقال إنه نادي زي النادي الأهلي أكيد هيخش سوء الانتقالات بشكل قوي جدا عشان يدعم الفريق بشكل كويس رأيي والأهلي رايح لكاس العالم للأندية محتاج يجيب مهاجم مش هيبقى من مصر طبعا مهاجم أجنبي تقيل تقيل أنا مش فاكر يعني آخر صفقة أجنبية أو يعني محترف أجنبي الأهلي عملوا كان تقريبا وجامد يعني كان تقريبا علي معلول وقالي وديانج وعد عليهم بقى ناس وعد قابليهم ناس ولاز كتير قوي لعبين كسر يعني كتير بلا قيمة بلا قيمة إطلاقا وهي الكسة مش نجيب محترفين وخلاص ده ينطبك أنا بقول لأهلي النهاردة عشان الأهلي قال كان بلعب النهاردة ده ينطبك على كل الأندية كل الأندية بتجيب محترفين بصراحة أقال من اللي موجودين في الدور المصري أصلا يعني من لعبتنا المحلية فبتجيبهم ليه أصلا عشان يبقى اسموا أجنابي وخلاص وهو مارس الكرة قال كده النهاردة برضو النهاردة مارس الكرة عجبني جدا في المؤتمر الصحف جدا قال لك أنا لما بجيب لعب لازم يكون أفضل من اللي عندي فده يخليني يبقى متطمن إنه لما هيروح يجيب أجانب هيجيبهم كويسين ومتطمن عشان هيبقوا موجودين في الدور المصري اللي أنا بقول لك عليمن شوية إنه اللعب الأجنابي اللي يخش الدور المصري لازم يبقى أكوالي تعالي عشان اللعب المصري يستفيد منه غير كده يبقى حلا بنهزر لها للنهاردة كان غريب جدا بيوصل كتير جدا على فكرة على فكرة أنا عايف إن الجمهور الأهلي غضبان جدا من النتيجة بس المفروض يكون راضي جدا على الأداء يعني أداء النهاردة الأهلي كان جيد جدا كان جيد جدا الأداء بيتقايم إزاي طب توصل قد إيه للمرمى الأهلي وصل كتير النهاردة كان بيستخدس الكرة بسرعة جدا نسبة استحواز زادت عن 70% فأنا عملت كل حاجة كل حاجة والأهدف اللي داخل فيك كان من كرة ثابتة وخطأ من الشناوي ونيجي على الشناوي أو نيجي للشناوي عشان مش عايز أجي على الشناوي نيجي للشناوي محمد الشناوي فيش اتنين هيختلفوا إنه أفضل حارس في مصر فيش اتنين هيختلفوا على فكرة لنبولي أفضل حارس في مصر عشان ما تجيش تقولي لأ دلوقتي فالله راح تسمينه بتكلمي الأفضل حارس في مصر على مدار الأربع سنوات اللي فاته على مجمع الأربع سنوات عشان لو الفترة دي ممكن يبقى فيه حد أفضل في الفترة دي ساعة الأربع سنوات هو أفضل حارس في مصر والدليل أنه هو الحارس الأساسي لمنتقبنا الوطني خلال هذه الفترة لأربع سنوات غلط النهاردة وأنا من المؤيدين لفكرة أنه أي حارس بيغلط وأنا من المؤيدين لفكرة أنه الحارس زيه زي أي لاعب أو أي مركز في الملعب يعني أنت بيجي لك مهاجم يقعد فترة ما بيسجلش يجي لك باكرايت يبقى عنده مشاكل مثلا في التغطية يجي لك لعب وسط الملعب يبقى عنده مشكلة في الارتداد الدفاعي والهجومي تروح وتيجي بس الشناوي أو حارس المرمى زيه زي أي لاعب ممكن يمر بمرحلة يبقى فيها هبوط في المستوى بس الحاجة الملفتة في حكاية الشناوي الشناوي بقى له فترة أخطاؤه متقربة يعني إيه متقربة؟ يعني مثلا المباراة اللي فاتت بتاعت سموحها لعبها بامتياز وأنقذ الأهل من أكتر من هدف المباراة اللي قبلها كان عنده أخطاء المباراة اللي قبلها كان عنده أخطاء اللي قبل قبلها كان ممتاز يعني إيه؟ كل خمس مباريات لأ ممكن يغلط في مباراتين أو ثلاثة ده معدل مش بتاع الشناوي الشناوي لما كان بيغلط كان مرة مثلا كل إيه؟ 12 مطش مثلا تلاقي فيه غلطة للشناوي واضحة ومؤسرة فالأخطاء بقت الفترة فيها قريبة جدا طيب هل ده معناه أن الشناوي خلاص بقى حارس سيء؟ لا طبعا هل ده معناه أنه الأهل كده بقى عنده أزمة في حراسة المرمى؟ لا طبعا هل ده معناه أن الأهل محتاج يروح يجيب حارس آخر؟ لا طبعا عشان هو عنده على الدكة كمان علي لطف ومصطفى شبير وممكن في أي وقت يقده بشكل كويس ببساطة يا جماعة ببساطة الأهل في النحية الدفاعية بحارس المرمى هو مش في أفضل أحواله في كل المباريات اللي فاتت طيب ده ليه؟ ده تاكتك مدرب يعني مدرب مارس الكولار بيحب يشتغل على الضغط العالي يضغط المنافس يعني يجري باللعيبة كلها بس عشان المسترحة بيحب المسترحة التحليلية دي تبقى مفهومة ياخد الفرقة كلها البرة ويروح للمنطقة الدفاعية للمنافس ويقعد يضغط عليهم وما جايين يتلعب الكورة فالفرقة كلها تخش لقدام وبتحصل هجمات مرتدة خطيرة المرتدات الخطيرة دي بتبين أخطاء دفاعية وبتبين أخطاء من حراسة المرمى بغض النظر عن هدف لسجل اليوم كان من ضربة ثابتة وخروج خاضق من محمد الشيناوي ده ملوش علاقة بس هتلاقي بقى فيه سغرات دفاعية أكتر وبقى فيه أخطاء من حارس المرمى أكتر طيب في مقابل ده المفروض يحصل إيه يعني أنا لو مارس الكولور وبمارس الضغط العالي ده وقت على المنافسين وده أسلوبه من أول يوم جاي فيه النادي الآتي لما همارس الضغط العالي ده لازم أنا بعمل الضغط العالي وباستغلس الكورة لازم يبقى معدل تهديفي كبير ما أنا سيبدي فاع فاضي يعني ممكن يخش فيه أهداف أنا عارف ده أنا كمدرب عارف ده بس وانا بهاجم لازم أسجل بك أنت لو مش هتسجل وانت بتعمل ضغط عالي ودفاعك مفتوح بقت مشكلة وده اللي تعرضت للأهلي في معظم المباريات الأخير كده شفت أخطاء من دفاع وشفت أخطاء من محمد الشناوش لو الأهلي بقى ما بيمارس الضغط العالي دوت ومأمن دفاعاته وبيحريص في الدفاع وبيلعب بتوازن دفاعي وهجومي والتفاصيل العظيمة ديت هتلاقي أخطاء الدفاع أقلت هتلاقي أخطاء محمد الشناوي أقلت فده أسلوب لعبة فعشان كده مش عايزة أحمل محمد الشناوي كل شيء هو نقصه بصراحة يبدو أنه نقصه شوية تركيز شوية تركيز بس شخصيا أنا برفض تماما تماما عشان مباراة النهاردة أو مباراة تانية أو تالت حتى التقليل من محمد الشناوي أو أنه هو مش بيقدي كويس لهداف النهاردة سجلها هدف فريق سرامير كروباترا سجله أحمد ربضان بيكم وهدف التعادل للأهل سجله علي معلول من ضربة الجزاء والشوت الأول هدف أحمد ربضان بيكم اللي جي في نهاية الشوت الأول كان عكس مجراءات المباراة تماما كان فرص كثيرة للنادي الأهلي ولكن دون تأثير على المرمى عشان يفاجئ سرامير كروباترا الأهلي بهدف ويتعادل الشوت الثاني الأهلي بضربة جزاء عن طريق علي معلول ضربة جزاء كانت الأهلي سجل منها علي معلول ويبدو يبدو أنه كان فيه ضربة جزاء أخرى مشكوك في صحتها هل هي كان من المفترض أن تحتسب أم لا أصارت جدل كبير جدا وعشان ما نروحش كتير قوي في الحالات التحكمية من دماغنا نروح أحسن ليه خبرنا التحكيمي الكبير كابتن جهاد جريشا كابتن جهاد مش أره فمن نور كالعادة أخبار حضرتك وعلى كل مشاهدين أخبار حضرتك إيه؟ والله الحمد لله المبارات الأهلي والصيرامية الكيلوبات هل كان فيها حالات مسيرة للجدل؟ هل فيها حالات كان فيها أخطاء من طاكم التحكيم اليوم بقيادة كابتن إبراهيم نور الدين؟ لا هي جافة فيها اليوم حالات كتيرة وفي لقطة جدلية وحاجة كتيرة ممكن نتكلم فيها كريم واحدة واحدة مع بعضها يلا نبدأ نبدأ أجماعة نبدأ بأول حالة يلا زعنا أول حالات عشان الكابتن جهاد يعلق على طول بتجهز معنا الحالات أي فور أي أول حالة كابتن جهاد معك على الشاشة مفضل ده احتكاك في منطاز الجزاء طلب اللاعب النادي الآقلي براكل الجزاء لكن زي ما نقول تريم دايما النسبة ده التحفظ معنا ده احتكاك مش كافي احتصار براكل الجزاء اثنين اللاعبها كان يعني اذا كان فيه دفع فالدفع حصل من مهاجمة النادي الآقلي هو اللاعب السراميكا وبالتالي احتكاك طبيعي جدا في قدم موجود اللاعب الاهل اللاعب السراميكا مش العكسة وبالتالي الاحتكاك ده الشد والكذب الخفيف ده مش مش كافي احتصار براكل جزاء والتمرار اللاعب كان مقرر صحيح نحاكي مبارا ومراجع في حميبار ومش فارك كده طيب نشوف الحالة اللي بعدها يا جماعة على طول تبتن جهاد معنا يبص برضو على الحالة دي ده الهدف اللاعب اللاعبS لا تتسلل حاكم المساعد خاد القرارسه الملعب بالتسلل حاكم ولبار حاط النقاط بطريقة صحيحة ولتالي التسلل صحيح ولبار مراجع صحيح ولتالي بصورة صحيح نأخذ كلها لبعضها دي ضرب بلوكناية سراميكا لبعضها ده الهدف اه ده الهدف والكلام على انه كان ممكن يبقى فيه فاول لسلح الشناو يا كابتن جاد بص عشتك السكر اللي حصل من اللعبه بعضها دي ما تشتغل مشكلة خالص اللعاب الشناوي هو زميله وبالتالي استمر اللعب كان قرر صحيح مفيش اعاقة من لعب سراميكا اللي حلط الهدف وبالتالي قرر صحيح مفيش اي خطأ من لعب سراميكا وبالتالي الهدف هدف صحيح عظيم ايه كان واضح كمان واضح انه هو خطأ من الشناوي مش اكتر يعني انه نشوف الحلال لبعض كده دي ضربة الجزاء اه دي تمايز من حكم الفقر اللي موجود اللعبه مفيش حد في الملعة طلب رأس الجزاء بما فيهم كريم فؤاد نفسه يعني كريم فؤاد نفسه انا محاديش تتكلم عن رأس الجزاء يعني اصعب قرار ممكن حكم بار ياخده اللي مفيش اعتراض عليه صح فحاجة ببار يعني يعني ده تميز ليه كنت هتمنى يستمر في اللاط اللي هنجيه بعد تده بس ده تميز ليه من جيه بالحكم وده تهور من لعب سراميكا والكركة في الملعة مخرجاش برا الملعة وبالتالي الكرة في اللعب ووراك الجزاء فحيحة تم تسابها بتهور وامضار مستحق في اللعب سراميكا والكرة فحيحة السؤال فرع جدا يا كابتن جايد انه وانا بفرج على المباراة اول ما اتعادت الكرة كده قلت خلاص مئة في المئة ضرب الجزاء بس الكابتن ابراهيب نور الدين وقف كتير على الظار تفتكر ليه بيبقى بيفكر في ايه الوقتها الحكم يا كابتن جايد انا اكيد انا امشي معه في حاجة واحدة ان قرار دراكل الجزاء hoped قرار كدير أه سا اتأكد عشان اوصل الكرار الصح ده بقى عنيش مشكلة في الاخر حتى لو هتأخر عشرة خمشات ثانية ونوصل الكرار الصح حانا معنيش مشكلة يعني فالاهم ما فيش مشكلة خالص لان كرار دراكل الجزاء او قرار للغاء هدف دي كرارات كبيرة وبالتالي لازم الحاكم ياخد وقته عشان يتأكد من القرار ويرجع بالقرار الصحيح. عزيزي. او ممكن يكون متأخر برضو عشان يشوف كرت احمر ولا كرت اصفر. عزيزي. فبرضو ممكن دي برضو خلت منه وقت. النوات المهمة كابتنين جاية صحيح. النوات المهمة. اه فهو رجل رجع الرجل بركل جزاء وانظار وده كرار من قرار الصحيح. عزيزي بنشوف اللي بعدها الحال اللي بعدها. دي كرة تقريبا برضو كان فيها احتكاك. اه لم تتيجز اللاعب السراميكا. كرة لما اطرفت راح لليد. انشوف كرة مع بعض. بص كريم المبدأ بتاعنا لامس اليد لما تيجي. الايد مكبرة الجسم مش مكبرة الجسم. الكرة جايما مسلا بعيدة اه. لكن الايد داخل الجسم مش مكبرة الجسم وبالتالي لامس اليد غير متعمدة من لابس الاميكا واستمرار اللي هي بيتمكار صحيح. اه. ومراجع صحيح من حكام البارة بتلاقي مش فهرة في الجزاء. عزيزي. بنشوف اللي بعدها. اعتقد الكرة اللي هي طلب فيها النادي الاهلي ضرب الجزاء. هي دي يعني هتكلمك هي لامس المباراة. لا دي اوف سايد. لا دي 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 حاجة تانية خالف. دي تسلل. اه. بص لو كنت تتمنى كلم في الكرة دي المزار ما ارفعش. او الحاكم ما اصفرش. ليه? لان انت في عندك بار. اول عزيزي بل انت تساله صح. تساله صحيح. والقرار صحيح. ما فيش في خطأ يعني. بس كنت تمنى استنى ينتظر شوية من الحاكم المساعد والحاكم برضو حتى لو المساعد رفع ينتظر بالصفارة. لان وقت تيجي جوء. وقت تكون في خطأ. وبالتالي انت عندك بار. لو صفرت الصفارة كده وطلعت وداخلت جون وكان الحاكم الضوار اخطأ مش تريدها بترجع فيها تاني. بس مش واضحة كابتن جايد. بس واضحة يعني. هي لما خبطت فيه كانت واضحة جدا يعني. هي واضحة. هي واضحة. والحاكم بسراحة. انا بتكلم. عجب يا كريم في الكوار زي دي. امتظر. مش تفرق. اتعطى ثواني. خمس ثواني مش تفرق. اتكرر عندك. اه كابتن جايد اقصد اقول لك ان الحاكم المساعد كمان كان وايف صح جدا بسراح. لا لا هو من الحكام المميزين. انا هو حاجة وحاجة مميز. اه نحن نحن نرصي من المساعدين اللي تعتبر عليهم يعني في دور مطر. هاي. طيب. ناخد اللي بعدها. اه دي كورية معلولة طرف فيها ضرب الجزاء. تمام. حنمشي مع الله تكريم واحدة واحدة. يلا نمشي مع الله تكريم. بالوقتي المنظر اللي عنده. المراجعة اللي حصد من الحكة بالحكة طبعا. اه في الملعب اه محتفتش الحاجة. مم. فزي نمسي القصة تهل اه راكة يجب ان تمنح. هنفرج على كورة حتة حتة ونخطها الخطوة. هو عامل بلوقتي اخدت الكورة. انت مسموح ليك الاحتكاك اللي حصل فيه ده مسموح ليك. لكن اللي مش مسموح ليك انت تعمل خطوة برجلك الشمال. خطوة برجلك الشمال اللي عملت الاعاقة. عمل ممع التقدم على المعلول. لهيه الرجل الشمال دي اللي عملت الخطأ. الرجعة تاني. واضح. والخطأ كان فاكرا ما شوفوش الحاجة في المرعب. ده خطأ اللي شوفوا بس البارح. ها. بس البارح هتموا حاجة واحدة كد Batman. هو الخطأ اللي حصل في منه. ان هو هتم بالليبوق. ها. واللي ه sing형 اللي بابيش فيه خطأ ما هي. اه. كمل كمل كمل. هات الكورة بتاعتك بالقدم. هات الكورة وايه. هكتلاقي في خطوة كمان سنة. هطلع ما هتلاقي دي خطوة بالجل الشمال. بس tresl. وللمدادم центр Lauren envasuقية loose. بيستخدم الحركة الخطوة دي ها. هي للاعمت القضاة لو الرجل دي عالارض بنفس المنظرة كليمة ما ديش خطأ لكن الرجل لما تحركت الخطوة دي هي دي اللي عمت الاعاقة وبالتالي ركل الجزاء صحيحة لم تستثل اندل الاهلي كان واجب على حكم الظهر يستاذي الحكم ويوري له اللقطة بالمنظر ده كان هيخذ وقت يقلم الرجل اللي فات يعني هو اللي باللقطة دي كان هيخذ وقت يقلم الرجل جزاء احتفاله ابتط انه دي اصحهة عن الطانية كمال ان دي اسهل اللقطة اللي وارد جون دي اسهل من التانية هيحسبها برب Bat describe بركت في واسخة يولك الخبرات خارج ملعفش دول واحد بالتالي هو اكيز على الخ 언제كه اللي فوق اللي فهو حاجة خالص لك تفكرني اكayا بلقطة رونالدو في كاس العالم عشرين اقوماتاشر بنفس المنظر صح وبرضه المدافع رفع يده لما اعملش حاجة وكان نفل التلاموس اللي حصل بنفل كايفية دي كده وتام احتسابها راكل جزاء للبرتغال وبالتالي دي في اي مكان في العالم راكل جزاء صحيحة لم تحتسب لنا دي بص او انا مش بحب بابدل كل شوية اقلب المواجع في موضوع التحكيم ده بس يا كابتن جهاد فيه احطاء ما يخطأ زي ده اكيد اصرع على نتيجة المباراة اكيد على فكرة كده انا بابدل يعني اقول لك على حاجة الطعمة النهاردة عمل ماتش حاجة صح ايه اللقطة دي اه يا كابتن فضل يعني الطعمة بالكامل عمل ماتش النهاردة عمل ماتش حاجة اللقطة دي تخيل الماتش بالكامل عمل ماتش ممتاز لقطة زي دي مؤثرة في ديج المباراة بقيت عندك مشكلة جديرة ان انت اصرتك المباراة في خطأ زي ده صحية فكت مشكلة صحية كابتن جهاد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وكل هذه التوضيحات ويا رب اخطاء التحكيم تقل مش هقولت اخلاص بس تقل يعني النهاردة فيوتشر وفاركو كان في مباراة كبيرة جدا من فيوتشر وفاركو خلصت تلاتة اتنين مرام محسن سجل لفيوتشر في الديئة التانية وجابر كامل تعادل لفاركو في ديئة الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضعف في الشوت الاول وبعد كده عمر كمال سجل الثاني لفيوتشر في الديئة خمسين وبعد كده عمر كمال ايضا سجل الثالث لفيوتشر في الديئة تسعة وخمسين وبعد كده رزق حمرون سجل هدف تديئ الفارق لفاركو الهدف التاني في الديئة سبعة وتمانين عشان تنتهي المباراة القواية الجميلة النهاردة من اول ديئة كانت مباراة حالو من اول ديئة مباراة فاركو فيوتشر النهاردة وخلصت تلاتة اتنين مباراة اخرى النهاردة كانت مباراة طرق الجيش وحرس الحدود وخلصت اتنين اتنين احمد متعب سجل بالخطأ في مرمى هدف لحرس الحدود في دقيقة الرابعة وبعد كده اضاف مصطفى صبحي الهدف الثاني لحرس الحدود في دقيقة 11 في الوقت ده الشوت الاول كله حرس الحدود كان مسيطر وبيضيع فرص كثيرة وكان ممكن يعلى بالنتيجة كمان اكتر من هدفين حرس الحدود كان بصدد الفوز الثاني ليه في الدوري هذا الموسم ولكن طلاع الجيش بصورة مغيرة في الشوت الثاني قدر يسجل هدفين الاول عن طريق اسلام محارب في دقيقة 52 ونفس اللاعب سجل الهدف الثاني في دقيقة 64 عشان اسلام محارب ينقذ طلاع الجيش اليوم من الخسارة امام حرس الحدود اللي قدم شوت اول رائع جدا وحتى في الشوت الثاني اضاع الكثير من الفرص ولكن بعض الاخطاء انهت المباراة بالتعادل وطاق الجيش كان جيد جدا فيه الشوت الثاني واستحق الهدفين ولكن حرس الحدود في البداية هو من فرض في هذا الانتصار امبيو الداخلية مباراة هدية انتهت بالتعادل السلبي دون اهداف دون فرص كثيرة لكن يعني كان على فترات امبيو يهدد وكان على فترات اخرى الداخلية يهدد طيب ده صور من المباراة النهاردة كان فيه احتفالية قدرون باختلاف اللي خلاص الاحتفالية اللي احنا اعتدنا عليها كل عام بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كلامكم بصراحة باختصار يعني مش عايز اقول كلام يعني متجمل كده وكلام حلو وخلاص بس حقيقي والله بقى نستنى الاحتفالية دي كل سنة كمية طاقة ايجابية تكافي سنين كمية طاقة ايجابية مش طبعية كل مشهد النهاردة في الاحتفالية تديك طاقة ايجابية بالكوم بالكوم وانا في حياتي حياتي على مدار حياة المنساعة ما بدأت اوعى الدنيا يعني وفهم الدنيا بيحصل فيها ايه ما شفتش اهتمام من الدولة بالابطال دول انا دايما اقول الابطال ما بسمهمش ايه اسم هم ابطال بالابطال دول سوى في الفترة دي وبصراحة شديدة يعني وبصراحة شديدة يعني ده ما حصلش غير من الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني الابطال دول عاشوا فترات وسنين طويلة هم واللي قبلهم دون اي اهتمام من الدولة وعجبتني جملة اوي النهاردة اوي من الرئيس احنا مش عايزين الابطال دول يندمجوا مع المجتمع احنا عايزين المجتمع يندمج معاهم طبعا طبعا يا جماعة احنا كلنا مقصرين كلنا مقصرين في حق الابطال دول اهتمام الدولة واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وانه يدفعنا جميعا للاهتمام والتركيز والنظر والاندماج مع الابطال دول شيء والله ما تعرفوا امته والله ما تعرفوا امته او انا مبقولش انا بقول علي او عليكم ما يعرفش قيمة اللي بيحصل ده غير اسر الابطال دول اللي بيعانوا بيتعذبوا وبيتعبوا وبيفرحوا بابطالهم فالاهتمام لو فالاهتمام ده تفاصيل انا عرف تفاصيل كثيرة من جوه اويا تفاصيل لاسق بتسهيلات في حياتهم تفاصيل لاسق لاسق بتعلمهم تفاصيل لاسق باعلاجهم لقدر الله تفاصيل لاسق بانتيازات باهدا تفاصيل كثيرة 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 بيعيشها الأبطال دول في البطرة الحالية في العهد ده فبقول لكم كمية طاقة الجباية ده بقول لك كل مشهد النهاردة ده كمية المشاهد الحلوة النهاردة مش عارف يعني أعدها ولا أتكلم عنها أكتر من كده تعالوا شوفوا واستمتعوا ونرجع نكمل مع حضراتكم عشان النهاردة معايا بطل جامد جداً خليكم معنا إيه رسالة حضرتك للكرة المصرية عشان توصلنا كاس العالم السؤال مهم جيد ما تدخليش مع الكور الشباب يزعج لا شوف لا الرسالة مش بسيطة مفيش حاجة قابا تقدر تتحقق من غير جهد وإسرار شوف أنتو مثال بالنسبة لنا الأسر أساركم قالت لا إحنا هنبذل جهد ومصرين على بذل جهد عشان النهاردة يا محمود تبقى موجود وعشان مش بس محمود وأسر كتير مجتلاش الفرصة أن هي تبقى معنا فوق كده نشوفها فإذا كنا بنتكلم على الكورة الكورة مش لعبة الكورة دي زي ما نشوفت كده الدنيا كلها بتحب تلعبها وبتحب أن هي تتفوق فيها لو إحنا عايزين في مصر هل إحنا ما عندنا الشباب وإحنا عندنا مية وخمسة مليون ما شاء الله منهم ستين في المية شباب لا عندنا بس مهم بقى أن إحنا نعرف نشوفهم ونختارهم ثم ندربهم ونصر عليهم ده النص بتاعنا النص بتاعهم هم اللي هو بتاع اللعيب أنه هو يعرف أن الرحلة رحلة طويلة محتاجة جهد كبير جدا جدا يعمله في الملعب ويعمله حتى مع نفسه عشان يحقق ده لا هي المسألة فقط بأن إحنا نجيب مدربين كويسين ولا أن إحنا نوفر ملعب كويسة لا إحنا الموضوع على بعضه متكامل بين الدولة وبين حتى الأسرة اللي عندها أبناء وشايفاهم عندهم فرصة وبين الأبناء اللي هم أو الشباب اللي ممكن يلعبوا اللعبة دي لو قدنا نعمل كده وبقى فعلا الولاد موش بس الولاد والبنات اللي يقدروا اللعب اللعبة دي تنديهم الفرصة ويتضربوا هنقدر نوصل ونحقق حاجات كتير شكرا يا فاني شكرا يا حمود شكرا كنت عال صلب من حضراتك حاضر حاضر يا محمود يعني بما إن بطل مصر كان نفسا لعب في الأهل يعني ما تدخليش مع الخطيب والأهل يا محمود حاضر الوزير شباب يقول لي سهلا إن شاء الله معيش شكرا شكرا جزيلا في حاجة في منتهى الأهمية قالها في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان نوصل كاس العالم محتاجين نشتغل كلنا محتاجين نتعب كلنا إحنا لنا دور تحدث على منظومة الرياضة أو منظومة الكرة والشاب نفسه أو اللاعب له دور في الشغل والتعب والاجتهاد ما فيش حاجة سهلة سنكتهد ونتعب وإحنا نعمل شغلنا كمنظومة الرياضة وقال الجملة الأهم العملين نقولها للناس السادة المحترمين مسؤول الرياضة في مصر الحكاية مش حكاية مدرب وخلاص مش إن إنت تجيب مدرب كويس وخلاص هي زي ما السيادة الرئيس قال كده منظومة على بعضها منظومة بالكامل لازم تبقى منظومة صحيحة إحنا أحيانا نلخص تحديد المنتخب مصر في المدرب لأ المدرب ده مش كويس هات مدرب غيره طب المدرب ده نص نص طب لا يبقى فيه مدرب أحسن طب ما نجيب أجنبي ولا مصري طب مصري ولا أجنبي ونبدأ نلف في فكرة وكأننا فاكرين إن المشكلة بتبدأ وتنتهي عند المدرب لأ حاجة كتيرة محتاجين نشتغلها في جهد كبير محتاجين نعمله عشان نحقق حلم البطل ده وحلمنا جميعا إن نبقى موجودين في كاس العالم اللي ما بقاش مجرد ده الحلم حلم بقى أكبر من إن احنا نبقى متوجدين في كاس العالم كمان الحلم إحنا هنروح لفين في كاس العالم مش نروح لكاس العالم نهر ده كان فيه بطل مصري رائع جدا كان موجود في هذه الاحتفالية العظيمة احتفالية قدرون باختلاف البطل محمد ماضي بطل مصري فيه السباحة والخماسي الحديث واحد أبطال قدرون باختلاف هيكون معايا بعد الفاصل أمر بصوا أمر أنا عدت معايا من خش على الهوى هتنبستوا مبساط يعني بطل ولطيف وجميل ودمه خفيف وحاجة عظيمة جدا خليكم معانا استمتاعوا في الفقرة القادمة بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 عظيم عظيم في كمية صور ومشاهد مش طبعية منحظ الحلو بقى النهاردة منحظ الحلو النهاردة ان معايا بطل من الابطالك المتواجدين النهاردة بطل جميل دمه خفيف رائع شاطر زكي وبطل بطل في السباحة وبطل في الخماسي الحديث محمد ماضي محمد عامل ايه محمد الله ازاي حالك عامل ايه اخبرك انت ايه مناور الدنيا مناور صح من يمت النهاردة من خمسة قاعد صهران معانا النهاردة صهران صهرة طويلة اه كيلي بقى عملت ايه النهاردة اه احنا طلعنا عالمسرح هادي اه باي باي عملنا باي باي الرايس و وعملت ايه تاني وبس وما كنت مبسوط النهاردة اه طب تستنى اليوم ده زي كده تستنى كل سنة انا بستنى الثانية اللي هطلع فيها عالمسرح كل سنة تستنى الثانية اللي هتطلع فيها عالمسرح كل سنة لازال تعال بقى اللي عايز اتعرف عليك شوية تعالنا كم سنة الاول عشر عشر سنين سنة كم رابعة سنة رابعة شاطر بقى ولا مش شاطر 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 جامد يعني؟ شاطر بس كده كده ماما بتفرج علينا دلوقتي فلما هطلع هاسألها هتأكد سي شاطر ايه شكلك شاطر شكلك شاطر وزكي بتلعب ايه بقى صباحة وخماس الحديث خماس الحديث انا عارف انت لسه متكرم الدلقة الحلو دوت بتاعك دلوقتي لسه متكرم من اتحاد الخماس الحديث بطل جامد برضو بتلعب ليضا من امتى؟ الخماس بقى لي سنتين وشوية والصباحة بقى لي ستة ست سنين ست سنين من زمان او انت بتلعب من زمان وشاطر يعني بتسبق كتير يعني النهاردة وانا داخل على الهوى قلتلي انا عايز اقول حاجة للرئيس عبدالفتاح السيزي وقلتلك اول ما اخش هسيبك تتكلم براحتك وعدك يعني انا لسه معرفش انت عايز ايه بصراحة بس قول لي انت عايزه او صراحة معادي وشكر سيادتنا الرئيس او ان هو قال لنا ان هو هيجي هيعمل هيخلي المجتمع هيبقى مندمج معنا صح قال لا يبقى المجتمع هو اللي مندمج معاكم مش انتوا اللي تندمجهم في المجتمع صح طبعا طبعا اه يعني ده احنا يعني ده انت البطل احنا نجي نتلزق فيك شويتين ثلاثة ونفسك في ايه تاني فتا عايز تقول لي حاجة تاني وكان نفسي اطلع او كان نفسي احضر كل الاحتفالات بتاعت الجيش والشرطة ونفسي اروح الحربية كل يوم واشتغل فيها اه استنى انت كده خليتني بقى ربط حاجة اه انا قاد معاها برا قبل ما نخش على الهوى قاليك ان انت راجل وطني جدا من زمان صح؟ انت عايز تخش على الحربية على طول وتحضر كل الايفنتات والاحداث بتاعت الشرطة والجيش صح؟ اه مش؟ يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله تبقى موجود في كل مكان بس انت تشرف ايه حتة يا اه خليك انت تشرف بص الصورة بتاعتك ايه النهاردة من الحدث ام ميلي كان بيصورك؟ عادي تقريبا ماما الله الله على اللبس الجامل مين جابلك اللبس الجامل ده؟ ماما؟ الجيش الجيش ام ايه اللي عمر ده؟ دي ماما صح؟ اه صور مع ماما؟ اه بس ماما بتحبك اوي وانا داخل دلوقتي لقيتها بتحبك اوي اه والدكتورة اللي بين الكباش طبعا جميلة برضو ستة عظيمة يعني ماشي انت عملت تتصور اليوم كله صح؟ ماشي انت عملت تتصور اليوم كله؟ طبعا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اه صور صور حلوة صور حلوة موما قالت لي احنا داخلين انت كنت من زمان بتحب تفرج على مسلسلات وافلام وحاجات كده الحاجات الوطنية ديت اه صح؟ بتحب ايه؟ بتحب تفرج علي ايه؟ ايه حاجة تخص الجيش والشرطة اوكي اه اه ايه الحاجة ايه الحاجة اللي لفتت نظرك اول اه وقلت اه عجبتني اوش؟ اه اه دلوقتي اه 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 عشان السادات اه رئيس السادات قتل هو ليه جاب لكم واردوكم وقتلتوه عيطت على المشاب بتاع مقتل الرئيس السادات رحمة الله عليه اه عشان هو اللي جاب الارض وراحوا قتلوه اه ايه الجبال ده رحمة الله عليه طبعا البطل المصري العظيم اه بس ايه الحلاوة دي ايه الجبال ده طيب انت بقى لما هتكبر شوية نفسك تعمل ايه؟ نفسك تشتغل ايه؟ نفسك يعني انت بتفكر في احلامك ايه بقى؟ انا الصراحة بفكر ان انا بمعجيش وعمل لهم وساعدهم في اسلحة جديدة عشان نقدر ان عشان تبقى البلد تبقى في امان اكتر عايز تصنع اسلحة عشان تبقى البلد في امان اكتر؟ اه عايز تختار يعني تبدأ تصنع اسلحة اوه اعمل لهم برامج اه وصل برامج اه الكترونية 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 ايه الحلاوة دي؟ احنا واضح ان انت هنستفيد منك كتير اول حابة اللي جايين دول ان شاء الله وبنستفيد منك من دلوقتي اصلا يعني ان شاء الله نستفيد من طيب انت يومك بقى بتمشي ازاي؟ بتصحى من النوم امتى؟ بتروح المدرسة امتى؟ بتتمرر من امتى؟ انا عارف ان انت بتتمرر بتاخد وقت كتير في التمرين كمان ام احكيلي كده اه هو من اول حد لحد الخميس بصحى من الساعة ستة ستة الصبح اه وبنزل سبعة عشان مدرسة اه وبرجع يامة خمسة يامة ثلاثة بترجع من الساعة خمسة يا ثلاثة اه بتتمرر الجمعة والسبت بتتمرر الجمعة والسبت بتقدر دي بقى في التمرين ثلاثة ساعات ثلاثة ساعات بتتمرر بتزهقش بقى؟ بتحب التمرين؟ تحب التمرين؟ مين دايما اللي بيقفق؟ يعني مين اللي بيروح معاك التمرينات؟ ماما ماما اللي بتروح معاك التمرينات على طول وبتحب انت ماطي معاك التمرينات بتشوفك بطل؟ ان شاء الله بتشرفها يعني؟ ان شاء الله طيب انت لما بتشوفها كده بتقول لا انا لازم يبقى ناجح وشاطر لازم ها انت شكلك عايز تنام لا والله او مكسوف لا انت بتكسيرش انا عارف احنا كنعمين بره عمالين نتكلم وبتعوه شاوي بتشرب نسكفي حد بيشرب نسكفيه وبطل كده هفضحك على الهوى طيب نص صحابي ابطال اه وبشربه عادي ما انا هارف عادي انا بهزر يعني ماشي انا بهزر بس كنت عايز اجيبلك ايه حاجة كده عصير ولا حاجة انت من الحاجات اللي انت بتحبها في حياتك انت بتحب تلعب ايه بتحب تروح depth الحاجات با الطرفيهية ت اسيبك با من الجد بقى اللعب الرياضة والدراسة بتحب تلعب ايه بقى بتحب تلعب بلاي ستيشن مسلا بلاي ستيشن بهليديو جييم ا اه ايوه بس شاطر في بلاي ستيشن اه بتلعب ايه يا إما فيفا يا فيفا يا بيس بتلعب فيفا يا بيس بتلعب بمين أنا أي فلقة أوكي أي فلقة بتكسب بيها لا بس فيتنين صحابي ما قدرش عليهم ما قدرش عليهم والباقين بتدوس عليهم بقى بتكسبهم عادي صح يبقى نلعب مع بعض نلعب مع بعض السنة الجاية إن شاء الله هشوفك بطل وتفضل بطل مش هشوفك بطل تفضل بطل ربنا يا ربي حقلك كل اللي إنت بتحلم بيه وإنت شرفتنا وإنت فرحتنا وإنت أصلا شكلك على بعضك كده مبهج ومفرح فربنا يا ربي يخليك لماما وبابا وأهلك وتفضل على طول مبسوط كده ومنور وتفيد البلد زي ما إنت نفسك تفيد البلد كده إن شاء الله بإذن الله شرفتني ونورتني يا محمد بنورك عايزوا الحاجة من الملاختي بشكر يا صدر رئيس بس طبعا أمشكرك يا محمد شكرا يا حبيبي ده كان اللي كانت مع البطل محمد ماضي بطل مصر فيه السباحة والخماسي الحديث واحد أبطال قدرون باختلاف كان منور النهاردة لإحتفالية لأمر الجميل ده اللي اتشرفت جدا اللي هو كان موجود معايا النهاردة لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل أشرفنا بنورني محمود شاكر خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى بواجهه القديم الجديد محمود شاكر مرسلنا ومحللنا وكل حاجة حلوة دي في النهاردة بثوب المحلل بيقولك الصيغة العربية اللغة العربية الفصحة بثوب المحلل يا حون مشرفوا منور حبيبي يا كريم انت اللي مشرفوا منور الدنيا وأكيد سعيد جدا وأنا متواجد معك دايما وحشني جدا وحشني تحليلك جدا حبيبي وأنا فعلا وحشني التحليل بقى لي كتير قوي دخيل في شهرين اهو فأول مرة اهو بعد كس العالم فإن شاء الله تبقى حاجة كويسة ليه النادي الاهلي ما بيكسبش وعنده كل هذا الكم من الفرص في معظم المباريات ليه النهاردة الاهلي يخرج من المباراة متعسرا بتعادل أمام سيراميكا كليوباتر ده السؤال اللي بتسأله كل جماهيري النادي الاهلي النهاردة الأداء حتى جميع النادي الاهلي كان بتسقف في آخر المباراة الأداء مردي يعني بشكل عام مردي في فرص كتير وأداء معظم اللاعبين كان جيد ورغم كده ده لي خسر نقطين مهمتين جدا النهاردة أمام سيراميكا كليوباتر اللي طبعا بنهنيه على النقطة النهاردة لقدم مباراة إلى حد كبير رأي عجل بالرغم من تعادل النهاردة وخسارة النقطة الرابعة في آخر ماتشين بعد التعادل أمام سموحة وتعادل النهاردة قدام سيراميكا كليوباتر النادي الاهلي عمل مباراة كويسة يمكن من أفضل المباراة اللي لعبها من بعد التوقف تعكس العالم ممكن اخر اربعة وخمس مبارات ده افضل مباراة ممكن يكون النادي الاهلي لعبها ولكن في مشاكل كتيرة جدا واضحة جوه النادي الاهلي وبين ان هي مش بس جوه الملعب او المشاكل دي فنية واضح ان هي في اوترليبس واضح في تصريحات كولور اللي بحسها ان هي متضربة شوية في الاجواء مع النادي الاهلي وحاس ان حاجة كده شبيهة لتصريحات بيتسو موسماني ان هو بدأ يصرح في المؤتمرات الصحفية بكلام غريب الى حد ما النهاردة كان بيتكلم او يعني كان بيتكلم على ارضية ملعب استاد القاهرة بس ممكن اقول حاجة؟ اه طب فكرتني بحاجة مهند في 2021 بس مش فاكر المباراة للأسف عشان انا حتى تكلمت عن التصريح دوت هنا في البرنامج في 2021 بيتسو موسماني طلع بتصريح قال فيه التالي انا شغلي اوصل اللاعبين للمرمى وهم اللي ما بيسجلوش النهاردة مرسل كولور بنفس التصريح انا اوصلت اللعيبة للمرمى وهم اللي ما سجلوش الحقيقة كمان على الصفقات يعني كان بيكلموا بيقول الصفقات اللي انت عاوزها بيقولهم انا مش عاوز لعيبة جودتها اه نفس الجودة اللي عندي انا عاوز لعيبة افضل من اللي عندي انا اللي بلعبه في المتشاط بناء على التدريبات وبناء على ارقامه التهدفية وانا اعتمدت على المهاجمين كتير ولكن المهاجم الوحيد اللي اعتمد عليه وقدر يحلز لهدفين هو بيرسيتاو ولكن اصيب فهرجع لمشكلة اللي انت بدأت بيها الكلام ليه النادي الاهلي بيضاع فرص كتير النادي الاهلي بيضاع فرص كتير لان ببساطة شديدة مفيش راس حربة رقم تسعة في النادي الاهلي حتى الان انت روح تجيبت شدي حسين فردت فيه احمد ياسر ريان وفردت في مش متذكر تلات لعيبة عشان تجيب شدي حسين وعشان تجيب ميسي والاتنين شدي حسين بيشارك على فترات النهاردة كان برضو قراراته سيئة جدا في التلت الاخير ونفس الكلام برضو ميسي مش موجود تماما وبيقوله ان هو هيطلع اعار فدي المشكلة اللي موجودة عند النادي الاهلي والمشكوء المشكلة اللي موجودة برضو عند النادي الزماليك هو هي عدم وجود راس حربة يقدر يترجم كم العدد الفرص الرهيب اللي النهاردة النادي الاهلي عمل النادي الاهلي في المبرر اللي فاتت كان عنده مشكلة كبيرة جدا التكتر الدفاعي مش قادر يحل التكاتل الدفاع بسبب أن كل عيب كان يوقف في مكانه ولكن النهاردة كان فيه سويتشات بتحصل كتير جدا في التلت الأخير ما بين شاد حسين وما بين حسين الشاحات وما بين برضو بالزبط برونو سافيو ولكن كان فيه تقلق كبير جدا برضو من البكات لما البكات عندي يبقوا فيقين علي معلوله النهاردة محمد هاني بيعمل مباراة من أفضل المباراة ومفروض أن أنا أبدأ أستغل الفرص دي كلها محمد هاني النهاردة عمل مباراة عمل مباراة رائعة لما تخلى شوية عن الضغوط محمد هاني مضغوط جدا بس أنا دايما أقول اللي بلعف نادي أهلي وبلعف نادي زمالك لازم يقدر يتخلى عن الضغوط دي مهما كان ولكن خليني قبل ما نبتدي بالحالات ونتكلم فني أكتر عاوز أكلمك في نقطة وهي أخطاء النادي الأهلي النادي الأهلي النهاردة جاله 15 ركنية مقدرش يحرز ولا هدف من 15 ركنية مقدرش يحرز أي خطورة على مرمى سيروميكوليباترا وصد كورنر واحد في الدية الأخيرة في الشوط الأولاني قدر سيروميكوليباترا أنه يحرز الهدف الأولاني واللي صعب المباراة في شكل كبير جدا أنت تدخل الشوط الأولاني وانت خلص الشوط الأولاني وتخش قط اللبس وانت خسران واحد النادي الأهلي النهاردة زي ما بقولك الكريم الكرة عبارة عن تفاصيل فرحتي أن أنا أعود أضايع وروح عند الجنب كتير وفي الأخير ما أحرش هدفه في نفس الوقت في الكرة واحدة يحصل عاوز أوريك الأخطاء اللي النهاردة وقع فيها النادي الأهلي في الخطأ بس اللي أحرز منه الهدف بتاع نادي الإسماعيلي سيروميكوليباترا سوري بتاع نادي سيروميكوليباترا سيروميكوليباترا هي فرصة واحدة بس جات له في المباراة هي دي اللي أنا أعوز أتكلم عليها لو نرجع بس من الأول شوية هتشوف هنا الكرة نقف معلش نقف هنا لحظة الكرة هنا متشاطة من محمد بسام نقف معلش نقف لحظة كرة متشاطة من محمد بسام أبسط حاجة يا كريم دايماً ضربة المرمى أول واحد أو اتنين بيتخلصوا الكرة دي في نص الملعب بيبقى واحد من الاتنين الدفندرات اللي في نص الملعب اللي هو حمدي فتحي ولي هو ألي جانج فين حمدي فتحي وقالي جانج مش موجودين فاضطر محمد عبد المنع منه هو يطلع بره بيته ويطلع ولكن الكرة بتعمل أسست الجون إبوكا كامل الكرة بره بيته اللي هو بره مكانه يعني خلاص انت طلعت بنكمل الكرة أول ما الكرة بتنزل بنشوف أن علي معلول هنا بيحاول يدخل كثالث معهم في نص الملعب ويبقى بيسبق وكان ممكن يحرز السيراميك كوليبوترا الهدف الأول والمبارات تتصعب أكتر من كده ممكن نرجع تاني جماعة بالكرة دي عشان عايز أقول لي محمود كمان مرحوظة ارجع بقى كملها كملها والجان بقف بقف بقى هنا بسبق اللحظة دي إبوكا بياخد مكان وبيجري تمام علي معلول وياسر إبراهيم هم عنيهم على الكرة دا حقي عنيهم على الكرة وبناء عليه بعد ما كرة تشغل الكرة تحرك تسيب الكرة وتمشي هم لسه عنيهم على الكرة فجأة فجأة وهو سريع جدا وقوي جدا ونهاردة كان بياخد كل الكرة السيرائية زي ما بقولك شايف يا كريم دي الكرة الوحيدة للسيراميكا كوليوباترا كان فيها خطورة شوية في الشوت الأولاني وكرة ثانية بس في آخر الشوت الثاني أحمد ياسر ريان ضائحها ولكن هي دي الكرة الوحيدة للسيراميكا كوليوبياترا بس أريد هم بقولك جاي بقى هنا عاوز أكلمك على موضوع الكورنيرت النادي الأهلي جاله 15 ركنية في الشوت الأولاني جاله 8 دا أول ركنية جت لنادي الأهلي في الدهاية 16 نرعب الكورنر قدي علي معلور بيرفع بيرفع كرة تلعبت كورنر كرة اللي بعدها نكمل الكرة برضو ده الكورنر كرة التانية حسين الشحات وعلي معلول ممط معين حصل كرة تلعبت تلعبت كورنر تلعب تالت مرة علي معلول هيلعبها فين؟ هيلعبها بالزبط لا على القريبة ولا على البعيدة لعبها بالزبط ناحية محمد بسام ودامل سيكس يارد بالزبط كم كورنر تلعب بالطريقة دي؟ كل كورنرات الشوت الأولانية تلعب إحنا بس جايبين تلت كورنر لاحظة عاوزة أقف هنا برضو جايبين تلت كورنر بس الثمانية بتوعشرط الأولين كلهم بتلعبوا كده طب مرس الكورنر هنا فين؟ المفروض انت عارف بيبعندك المدير الفني بيقولك فيه رقم واحد ورقم اتنين ورقم ثلاثة هنلعب كورنر على البعيدة هنلعب واحد من برد تلتاشر أول خمس ست مباريات الآلي كان مميز جدا في الكورنرات السابقة دي يا كريم دي مفروض جوانب كور دي بتبقى خطرة جدا 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 برضو عالي معلول بالعابة لو نمشي الكورة هتلاقي لعبة برضو في نفس النقطة ومحمد بسان بيطلع بمنتهى السهولة الشوت الثاني النادي الاهلي غير طريقة لعبه في الكورنرات ولكن برضو ما استفدش بيبقى اي حاجة لحظة بقى هنا عاوزة اقف عند دي مباراة سيراميكا كوليوباترا وحرص الحدود من ثلاثة أسابيع فقط وعاوزة اقول لك يا كريم هنا المشكلة دايما بتكون هو فين التحضير فين محللين الأداء فين الناس اللي بتتفرج انه عارفة ان السيراميكا كوليوباترا على الاقل على خط مرمى عشان يدايقوا الحارس بتاع حرص الحدود والكورة بتتلاقب زي ما انت شايف عشان يطلع على طول حد من سيراميكا كوليوباترا وبيحرز الهدف بنفس الشكل ده اتلعب النهاردة النفس الكورنر اللي دخل في النادي الاهلي هنشوفه فيه بس انا عاوز اقول لك نقف هنا لحظة ونبص هنا ازاي لعيبة سيراميكا كوليوباترا ده نمط وده شيء طبيعي السيراميكا كوليوباترا بيلعبه عليه وهو ان انت دايما بحاول يدايق حارس المارة وانه ما يحاولش يعمل التكوف وبعمل الكورة باللونة عالية علشان خاطر يعني اعلى واحد يقدر ياخدها بعد ما انا ادايق الحاجتين اول حاجة ان كولير اتكلم انه هو كان عارف ان السيراميكا بيلعب كده وهم اتدربوا على دوت فكان خطأ من حارس بس ده واحد اتنين لا ده انا اقول لك حاجة كمان ملحوظة مهمة انه دي طريقة الكابتنين احمد السامي في الدربات الرخنية مع كل الفرام في كل حتى ما كانت سموحة وكانت اكلم فيه صورة اللي مارس الكولر على السوشيال ميديا بعد الجن ما جيه ماسك جزاست المياه وبيرزحها في الوقت لانه بظبط زي ما انت بتقول هو نشوف بقى الجن اللي دخل في النادي الاهلي نشوف الكورة اللي بعدها زي ما بقولك اهو بالزبط هي هي بالزبط اهو نفس الطريقة ونفس كل حاجة هنا انت لما كان مدير فني نفس نفس كل حاجة دايق الشناوي الكورة طلعت وشناوي ما عارفش بيحتاج على ايه والشناوي بصراحة يعني برضو يعني مش عارف الشناوي مش في افضل حالته خالص الفترة دي والشناوي بيلعب مباراتين كويسين ومبارات تبقى سيئة الشناوي كان بيشيل النادي الاهلي في اوقات كتيرة جدا الشناوي الفترة دي مش مش احسن حاجة لي زي نفس الشكل بالزبط في المبارات بتحرص الحدود نكمل الكورة ونكمل الكورة وده بالزبط ده اللي حصل من الهدف الاولاني كورة الوحيدة اللي اتلعبت في المبارات عاوز بقى اكلمك يا كريم بقى على كمل فرص الهائل نرجع لحظة معلش كمل فرص الهائل يا كريم عاوزين نرجع بس لحظة واحدة نوقف بس لحظة كمل فرص الهائل اللي بيديعمي النادي الاهلي انا دلوقتي بحاول اللعب على عرضيات وبحاول اعمل حاجتين يقل انا بعمل باك باس يقل انا بعمل الاوفر علشان في فرود يجايلي وخمس كورة يجيب كورة انا مبقول لكش عاوزه يجيب كورتين ثلاثة انا عاوزه يجيب كورة النهار ده النادي الاهلي راح با 14 كورة جوه 18 قرارات التلت الاخير من الاجنحة ومن الفرود سواء شادي حسين او محمد شريف كانت كارثية ولكن كم في حاجة كويسة النهار ده في النادي الاهلي شوانه كان فيه حتة التزديد على المرمة وزي ما قلتلك انهما كانوا بخلاقوا المساحات برغم التكتل بموضوع انهما السويتشات وكل واحد بيطلع برا وبيعمل اورتيشين في تلتة ايام نشوف بقى فرص تاعة النادي الاهلي ونشوف سوق القرارات بتاعة لعيد النادي الاهلي هنا ده اه 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 اوز بتلاعب افشا ومحمد هاني اللي كان من أفضل لعيبة اللي موجودة النهاردة نبص على محمد هاني لحظة بقى نقف هنا يا كريم فين بقى نرجع بقى والأوفر بتلاعب معلش محمد هاني والأوفر بتلاعب هادي الأوفر والأوفر بتلاعب أنا شايف إن سوق إدارة الكورة دي من كل الناس من أولهم محمد هاني محمد هاني ما بصش قبل ما يلعب هو لعب أوفر وخلاص شادي حسين بيحاول إيطاع بس مستخبي هنا الحمدي فتحي ورغم إن هو بيقوم بالزيادة دي هايلة وبيقدر يلعب فين بوكس بوكس وصعب يزيج جاوة الثمانتاشر لكن حمدي فتحي برضو مش واقف صحة على مشت رجله بحيث إن الكورة لو مش موجودة إن هو حمدي فتحي واخد القرار إن هو عاوز إيطاع القريبة عشان ياخد نكمل الكورة محمد هاني بيلعب الأوفر بالرغم من وجود تلات لعيبة من نادي الأهلي قدام أربعة ولكن الكورة بتتعب كل ده حلو أنا بس رجع الكورة شوية وهي راح عند حمدي فتحي رجع رجع كمان أنا فتكرت وفوتها بس لقى في الزاوية العكسية وما فوتهاش هي جات في جنبه أنا فتكرت زيها كده لا لا هتبان من الزاوية التانية ولكن علي معلول بقى اللي عاوز أتكلمك عن دور الأجنحة دور البكات النهاردة في النادي الآلي كانوا أخدين تعليمات إن هما يضموا جوه الملعب والإتنين أجنحة هما اللي طلعوا بره من ملعب عشان كده كنت بتشوف دايما بروني سافيو ماسك الخط نشوف برضو الكورة اللي بعدها دي برضو إعادة هنا زي ما أنا بقول لك بص يا كريم الوان توت عمل الدبل باس ما بينه وما بين بعض محمد هاني بيلعمل أوفر بص الكورة بعيدة عن حمدي فتحي يعني هي جات وراه وهو بص هو أصلا يعني جاي ومساست النفس إن هو هيلعب الكورة على القريبة ولكن الكورة تتوح لعلي معلول نكمل الكورة وعلي معلول برضو واحد من أفضل اللاعبين اللي موجودين النهار ده في المباراة دي كورة تانية حسين الشحات لشادي حسين قرار سيء جدا 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 وعاوز أقف عن شادي حسين نقطة يعني لمدة ثوانية كده شادي حسين من أكتر الناس من أكتر الجماهير اللي كانت فرحانة بيه جماهير الأهلي إن هو حقق حلم حياته وعارفين هو أهلاوي بس خلاص يا شادي انت بايت في النادي الأهلي خلاص انت بايت في النادي الأهلي حلم حياتك تحقق انت مفروض دلوقتي حتى لو الظروف صعبة انت بتلعب في النادي الأهلي انت في 11 لعيب بيلعب فقائمة فيها 30 لعيب فكل واحد هتجيله فرصة لازم يستغل لها شادي حسين النهار ده فرصة كتيرة جدا ما بقولش إن هو مؤثر ولكن مفروض يبقى فيه حمية أكتر من كده مفروض يبقى عنده شغف أكتر من كده نكمل الكورة اللي بعدها دي برضو الكورة دي كانت مع حسين الشحات عدت معها مرة وكملة التانية نقف هنا بقى قبل ما يلعب الباص شوف يا كريم كم القرارات الغلط اللي حسين الشحات أواخدها وكان فيه كم فرصة ممكن أول حاجة قبل ما شادي حسين يطلع في الوساط كان ممكن يلعب له سروباس شادي حسين المفراد وقبل ما لعبها بص قفشة فين نكمل الكورة بص لو هنا لو بس من وراء المساك من وراء المساك لعيب من وراء المساك في ظهره هتلاقي يا شادي حسين المفراد بمنتاز هو لجاب جون أو لو هو طلع شوالك إن هو مصمم ياخده الكورة ويعدي وبرضو دي بقى لك قراراته في التلتة الأخيرة غريبة جدا تعالي تقول لي من الفرصة المنعرات ديت إن المشكلة مشكلة قرار مشكلة مشكلة قرارات عمدرب وصلتك عمدلتي مدرب حطتلك التكتكس زي ما أنت طول المسلمانين بيوصل لعيبة أنا مش قزميتي إن أنا مش عاف تجيب جوني يعني كورة عتشادي حسين دي شبهم فراط يعني أقف أو شوت أو خد خطوة كمان وشوت فيه كور كتيرة جدا كريم أكتر مكان نكمل الحالات كمل زي بقولك دي كورة حسين الشحات كورة اللي بعدها دي هنا علي معلول هيلع الكورة دي هنا برضو حسين الشحات بص يا كريم استلام سيء جدا 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 اللي استلام تلاتة ربع الفرصة مش نص تلاتة ربع الفرصة لو استلم صح عنده كذا حال إنه يلعب بالعرض اللي زيت جوه التمنتاشر أو ممكن يعمل أي حاجة تانية ولكن الهجمة بص بتتقلب تاني الهجمة عادية جدا ومحمد هني زي ما بقولك البكات كانوا ضمين جوه الملعب وواخدين قرارات بالتسديد ومحمد هني كان من أفضل المبارات ليه بصراحة النهاردة نشوف الحالة اللي بعدها نشوف الحالة اللي بعدها برضو هنا ده هنا برضو شاد حسين بيلعب بص بقى هنا كريم هنقف بقى عند الكرة دي كتير قوي 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 عشان الكرة دي يحرص هدفه لكن بص الفرق ما بين كواليتي وجودة علي معلول وأي لعيب في النادي الأهلي قبل ما علي معلول يلعب الأوفر أرجع خطوتين بس ورا أرجع خطوتين ورا معلش كمان 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 علي معلول خاد الكرة كمّل 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 حاوزك تبص على علي معلول على وشه كمل. لا اكمل ايوه. رفع عين. بص هنا يا كريم. لا هنا بص هنا اكنا هيرفع كمل كمان. كمل الكرة. بص يا كريم. وقف تاني وبص. اول ما بص شاف مين واقف عنده? برونو سافيو. هي الكرة هاوسة كده يا كريم. بص. جون. موضوع بسيط جدا جدا. قرار في جزء من الثانية. اشغل في دماغي. اشغل بيك عناية. اشغل بيك عناية. اشتغل بيك عناية. ده الكواليتي اللعيبة النادي الأهلي دلوقتي مش في أفضل حال وده المشكلة اللي بقولك عليها خلاص دي كرة وده لكن طلعت أفصايد ولكن بص على علي معلول ومهارة علي معلول لعيب زاكي جدا 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 لا ده رونو سافي بصراحة كان فينش لا ده رونو سافي لديه فقرة الواحد طيب نشوف هنا الكرة دي برضو محمد هاني طبعا عمل الترئيصة دي حلوة جدا موهب بطريقة جميلة جدا ولكن برضو نفس الكلام محمد هاني بص ولكن شوف فيه كام واحد وشدي حسين قطع وحسين الشحات كالعادة قراره خطأ جدا 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 فرص كتيره كتيره اوه يا كريم ولكن عشان أنا عارف ان الوقت دي لا ده رون عازك دخلني على فاقرة برونو سافيو طب ندخل ندخل على فاقرة برونو سافيو ماشي قبل ما ندخل على كرة فالبرونو سافيو أنا لما لاجيب اللعيب محترف بياخد فلوس كتير ولعيب برازيلي اللي أنا عارفه لعيب المحترف ده بيجي ياخد مكان أساسي في الفرقة علشان هو أفضل وعنده مقومات وعنده مؤهلات بدنية وفنية ومهارية مختلفة عن أي حد فأنا دلوقتي برونو سافيو ما نجحش نجح باهر في حتة أنه يلعب تحت الفراودة عدد لمساته بتبقى قليلة جداً لعب قبل كده على الخط كان كويس النهاردة برضه بيلعبه على الخط وقفشا كان أفضل بكتير في دور صناعة اللعب ولكن عاوز أوريك كم الكوارس اللي النهاردة عملها برونو سافيو ليه برونو سافيو آه طبعاً يا كريم أنا جاي بالعيب مهاري برازيلي كل اللي أنا عاوزه إيه أحطه في حالة واحد على واحد عزيزي شوفت له كرتين النهاردة كانوا شكلهم من الزراف يعني اللي بهده دي برضه كريم قرار كان خاطئ جداً سيبك من اللي بهده أنا عاوز الوقت أخذ واحد على واحد أنا جايبك عشان واحد على واحد هيعدي ويروح من أي حد نشوف هنا مثلاً أول أول كرة كده في المباراة هنا دي كانت أفشا هنا بلعب كرة لديانجو وكان جابها قوية جداً ما بينه بص يا كريم هنا قراره قرار سيء جداً 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 بالكرة بالعرض يعني كان ممكن فيه أكتر من كده بكتير أنت خلاص أنت جوة 18 أنت ممكن تاخد وتوقفه ولو هتلعب أوفر تلعب أوفر لشادي حسين أو حسيني الشحات ولكن لعب كرة بمنتظر سولة طلعت برده نشوف الكرة اللي بعدها برضو لبرونو سافي وبرده بص أوفر سيء جداً جداً حتى في التكملة والكرة بتتقطع علي معلول بيحاول فيها ولكن بتتقطع نشوف الكرة اللي بعدها نفس الكلام برضو هنا عاوزك تبص على علي معلول هيلعبها برضو هو بتحرق كويس هنا هياخد الكرة بص لوحده استلام سيء جداً جداً والكرة بتطلع أنا كريم أنا جايب محترف عشان خاطر إيه قدر يعملي الفرق في الحاجات دي كلها هنا نشوف برضو كرة دي اللي كانت بالنسبة لي غريبة جداً ده اللي أنا بقولك عليه هنا علي معلول هيلعب الكرة لبرونو سافي أقف أقف معلش أقف أقف معلش أنا جاي ببرونو سافي عشان واحد على واحد والفيديوهات اللي شوف نهاله وبرونو سافي وبيرقصه ومهالي بص يا كريم هيتعمل في الكرة إزاي نكمل الكرة نكمل الكرة ولا أي حاجة والكرة بتتقطع بمنتهى السهولة وقراره كان سيء وقراره كان بطيء جداً بعد ما علي معلول حطه في واحد على واحد هو بلا بستلم الكرة ويبص بقوا بلتنين عليه نبص برضو على الكرة دي هنا برضو يا كريم لوحده وقف تاني يا كريم وقف تاني كرة دي شوفناها فين قبل كده ماتش الزمالك والسوبر وكان هو بيقول إن مميزاته إن هو بيقدر يعمل الفنت وبيحط الكرة R2 أو بلسنج زي ما بيقول بص يا كريم الراجل بص حط واحد على واحد في الحتة اللي هو عاوزها في الحتة اللي الناس كلها بتقول إن الراجل ده برازيلي ويقدر يعدي واحد على واحد ومحترف نشوف بروني سافي وقراراته الغريبة نكمل الكرة بص يا كريم زي ما يكون فيه عدم الثقة انت بتلعب أوفر ليه انت محطوط واحد على واحد حتى فيديوهات اللي جاينا من بوليفار أصلاً هو بيعرف يعمل دي كويس قوي بالضبط وانت جايب أصعب منها في نادي الزمالك وفي مباراجة ميرية ومضغوطة أكتر دي كرة توضح لك عدم الثقة أن انت واحد على واحد وحتى كمان لو أنت تطلع لبرة طيما تحط بلسنج ولكن ولعب كرة صعبة جداً لشاد إحسين عشان تطلع نشوف برضو كرة التانية برضو هنا الكرة أنت بتكلمني عنها اللي طيباً اللي هي اللي عبها بدماغه عمد هاني كان رائع النهاردة بصراحة قدر عاوز أقول لك كريم بقى بص يا كريم الكرار بقى كريم الكرة سيئة جداً 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 رجع بقى معلش الكرة دي كمان بص يا كريم نقف هنا معلش لحد ما تبدأ تنزل عنده هو واخد قراره أن هو العبها بدماغه وأول حاجة ما قدرش ألعب بدماغي من زاوية وأنا بعيدة عن الجون كم يعني انت بتكلم في سيكس ياردو حوالي هتتكلم في حوالي سبعة تمانية متر وهلعبها بدماغي والكرة جاية باللونة فهي عاوزة توجيهي بطريقة معاناة وانت مش هو مايس براض الجزاء بص يا كريم هو لو استلم أو وانتتش لعبها لشادي حسين بص شادي حسين فين او لحسين الشاحات اللي جاي من ورا فيه تلات حلول اهو شادي حسين وحسين الشاحات ويستلم لعبها بسهولة جداً 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 بدماغه وحتى لو كانت جات في وسط الجون كانت هتتصدى من محمد بسام نشوف الكرة اللي بعدها تقريباً هتبقى آخر كرة في الشوت التالي تقريباً برضو هنا نفس الكلام لسه في كرة كمان برضو يا كريم بيحاول علي معلول بصراحة يعني لعب كرة بص بص يا كريمي رجل وقراره الغريب جداً 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 مش باصس ولعب بعد دي بتلات دقايق بالزبط الرجل سحبه خلاص بقى فبرونو سافيو كان النهاردة مشكلة كبيرة جداً وبقولك قراراته كانت كارثية في الواحد على واحد فهي دي ولكن قبل ما نهي معك نعاوز أكلمك على حاجة جمهور النادي القلي مختلف على أفشا أفشا النهاردة كان أفضل لعب في المباراة أفشا النهاردة لمس الكرة لو نشوف احصائياته طيباً لمس الكرة أكتر من 97 مرة نسبة تمريراته كانت تتعدى 90% عمل 5 فرص محققة أفشا في دور صناعة اللعب في النادي لمس الكرة 97 مرة قصاد برونو سافيو اللي لمس الكرة في المباراة اللي فاتت 37 مرة فقط في دور صناعة اللعب اللعب رقم 10 عمل 10 تمريرات طويلة من أصل 11 تمرير واحدة بس خطأ عمل 68 تمرير من أصل 77 بنسبة 88% صناعة الفرص الحقيقية 5 فرص وهنجيب بسرعة لقطات سريعة لأفشا أوريك الراجل ده كان بيعمل إيه النهاردة بسرعة جماعة لقطات أفشا أفشا كريم كان أفشا كان ترمومتر النهاردة نادي الأهلي هو كان بيحلال العقد لنادي الأهلي النهاردة دي تمريرة طويلة من حسين الشحات وبيعملها بجودة عالية جداً 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 بعد طبعاً هجوط مستوى عمر السلاء بقاش موجود أفشا بيعملها بطريقة كويسة كورة دي برضو بس يا كريم هنا بتزنق ما بيطلعش الكورة وخلاص ولكن بيقف ويقدر يطلع الكورة صح العالم علول ولكن بتتقطع كورة تانية برضو إحنا شايفين أفشا هنا في التلت الهجومي نفس الكلام هنا برضو هنشوف أن برونو سافيو بيلعب الكورة هيلعبها لديانج بص أفشا ملعبش الكورة وخلاص وبيطلع برضو بيطلع اللعب وبيفتح اللعب لمحمد هاني نشوف برضو الكورة التانية اللي عاوز أقول لك عليها أنه هو كان بيصنع بص هنا كريم دي الكورة اللي عملها لشدي حسين رائعة وعاوز أقول لشدي حسين خد خطوة كمان يعني انت شدي حسين انت لو نشوف العادة بتاعتها وبص لعبها بمنتهى المرة وحطها قدام الجون انت عاوز ايه تاني خد خطوة كمان خد خطوة كمان خد خطوة كمان خد خطوة كمان نشوف الكورة اللي بعدها نشوف الكورة اللي بعدها الكورة اللي أحرز منها ضربة الجزاء اللي جات بالصدفة للنادي الأهلي لا دي برضو كورة من الكورة عالية برضو الكورة اللي بعدها هنا يا كريم برضو كورة عالية متميز فيها جدا بيفتح اللي عب فيه زحمة في الناحية اللي مين بيلعب الكرة عطول في الناحية الشمال واخر كرة تقريبا اللي هي كرة هنا ميتة كريم فؤاد كريم فؤاد تحرك بس كريم فؤاد كان هيستلم الكرة غلط ولكن هو اللي بيعمل الكيب باصيز هو اللي بيفتح كريم بيدرب التمرير التمريرات القطرية علشان يقطع الخط وبزي بيقولك أفشا كان من نجوم المباراة النهاردة ولكن النادي الأهلي سريعا قبل ما قفل معاك اللعيبة لازم تراجع نفسها بشكل كبير جدا الناس جميل نادي الأهلي زعلانة من الهبوط شوية في الروح محمود دايما بتشرف ودايما بتنور ودايما الوقت معاك بيجري زي عشان كيف حاولش يخش اتكلم معاك عشان يسيبك تقول كل اللي انت نفسك تقول اما حاجة نكون بس النهاردة واعمل بشكل كويس رائع جدا شكرا جزيلا الزميل عزيز محمود الشاكر بعد الفاصل هيشرفني وينورني اصدقاء العزاء بلال السيسي واحمد الهواري الناقضان الرياضيان نتحدث معهم في كثير 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 من الكواليس خليكم النقاط 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 الكبار الاسدزة هم اصدقاء يعني فبسوط جدا وهم معاك وهم وحشين جدا عشان بقالي كتير كمان ما شوفتهمش اولتقيهم في البرنامج الصديق العزيز بلال السيسي بلال مشرف ومنور حبيبا كريم اهلا بك واهلا بكل مشاهدين وتبعين رقم معاشر في كل مكان ودايما موافقين ودايما مقصرين الدنيا يا حبيب شرف ومنور وايضا الصديق العزيز احمد الهواري يهو وحشني يا كيمو انت لوحشني ودايما انا ببقى مبسوط وانا معاك سواء جوه الهوى برا الهوى انت عارب بس نازم في البداية اشيد بحلقة مبارح يا حبيب يا رب ما يعني التيم كله انت واتيم كله سواء احمد درامالي يعني شغل هايل اسلام لي يا حبيب وعملنا اثبت على نقطة مهمة جدا فكرة ان وجود محترفين برا ما بنستفادش بيهم لازم يكون في استفادة بالعدد تب ايه رأيك في الموضوع هذا؟ انا بقولك انتو عملتوا تغطية هايلة ودا دور الاعلام اه انت بقى رأيك ايه؟ بص ده دور الاعلام اه فكرة ان ان انت تثبت على حاجة انت دايما كان منتخب مصر بيفتقد للمحترفين تيجي تقول والله انا ما عنديش مثلا غير 3 اربع محترفين او تيجي تقول انا عندي 7 ا8 محترفين بس اللي بيشارك واحد لكن انت مبارح كشفت للرأي العام والوسط الراضي كله انا عندي قاعدة محترفين كبيرة ايه؟ بس انا مش قادر استفادنا رفع عليك فانت اسبط على حتة معينة مميزة جدا انا لازم اوجيلك التحافل يا حبيبي يا ربي خليك والله اذا شرف لايك بير جدا شكرا جزيلا بلاي العزقتك في جزئية النهاردة ما اتكلمش عنها خلص النهاردة تصريحات مارسي الكولر سواء في المؤتمر الصحفي النهاردة او المؤتمر الصحفي اللي فات مؤتمرات الصحفية عموما هناك رأي بيقول انه راجل هادئ وزكي وفي رأي تاني بيقول انه مع التعصرات بتبدأ يقول تصريحات ممكن يبقى فيها بعض ال هقول مش عايزة اقول الاخطاء ولكن واضح ان فيها عصبية او فيها ديء ما يعني رأيك طرق ظهر بسرعة يعني لسه النادي الاهلي يعني يعتبر ده اول تعصرات بالنسبة للنادي الاهلي مع كولر يمكن الفريد لحد دلوقتي لسه مخصرش لكن الراجل من تعود من تعادلين مثلا او من فكرة ان الفريد ما بيظهرش شكل كويس فابتدأ يبقى متوتر بشكل كبير جدا النهاردة سلم الادارة بتسليم اهالي للجماهير احنا بنتكلم انت انت مدير فني فما فعش ان انت تطلع تنطقت لعيبتك بشكل كبير انت لسه في بداية موسم ولسه داخل على محارة مهمة جدا من الموسم سواء مسابقة التوري سلم الادارة سلم الادارة في ايه وانت لما مثلا لما تجي تطلع تقول دلوقتي اصلي المهاجمين بتاع النادي الاهلي مش مش دول اللي انا كنت عايزهم او مش دات موحي مع النادي الاهلي وانت رأيك ايه انا رأي ان انت انت كده خسرت السيطرة على قدت لا انت رأيك ايه هل في مهاجمين كويسين في الاهلي النادي الاهلي يحتاج لده لكن مش مش كلر اللي يطلع يقول ده يعني مش انت كمدير في يعني ما فعلش مثلا كريم حد شغال معي يطلع ينتقده على الهواء ينتقده ده ملايين من الناس لكن ممكن حد تاني ينتقده لكن انت ككلر لما تطلع تنتقد بالشكل ده وتوجه اللهم على لعبتك وتوجه اللهم على مثلا على الادارة في حيث الملعف انت دلوقتي انت المنظومة كلها انت عمل بتهنجم في المنظومة كلها ففيه توتر كبير جدا انت بتصدره للعيبة وفقا من خلال التصريحات دي انت اللعبة ذات نفسها تفقد سجد نفسها تم ادارة النادي الاهلي المهاجمين او اللعبين الموجودين دلوقتي هم اختيارات اجهزة فنية السابقة في النادي الاهلي ما برضو الادارة تقول لك ما انا بجيب المداربين عايزينه جميل جدا فانت ككلر لسه ما طلبتش اللعيبة اللي انت عايزة او كده فانت لازم تستنى وتلتزم الصمت تماما ولازم تحامي على لعبتك وتحفز على لعبتك لكن مصدرش اللعبتك ما تحطهمش في موقف محرج انت لما تطلع تقول دلوقتي يا كريم اللي انت انا معديش مهاجمين فمطالب مني اللي انا كمهاجم اللي انا نجي المهاجم الجاي اللي انا بقى مركز بنسبة 100% او ان انا ساعدك على المكسب لا انت يعني خليتنا افكت شخصيتي وافكت ثقة بنفسي فبالتالي خليتني اللي انا مش مركز يعني وده ممكن يؤثر على ادائي بعد كده في الملعب ويعمل لي مشكلة طب هاي رأيك ايه مصدرك كريم انا شايف ان كولر بيصير على خطة موسماني في ايه في تصرحاته المدير الفني الاهلي لازم يكون ماشي بمبدأ لسانك حسنك ليه انت مدير فني نادي من اكبر اندية مصر وافريقيا ما ينفعش ان انت تطلع يعني احنا بنتكلم في ظهر في اسبوع بتصرحين اغرب من بعض انت خرقت المطشة اللي فات بعد المطشة في المؤتمر الصحفي قلت انا شايف ان اعداد جمهور الاهلي بتقل وزي ما بلال بيقول سلمت برضو الادارة للجمهور ان مثلا فيه تقصير الناس بدأت تشكك تقولك اصل الادارة ما بتوفرش تذاكر للجماهير اصل التذاكر غالية اصل 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 فانت عملت مشكلة ما بين الجمهور وما بين الادارة خرقت بعد مطش النهاردة ودي يعني انا اول مرة اشوفها ان مدير فني يطلع انتقد اللعيبة كده بشكل عالي اقولك انا ما عندي يشكك في مستويات العيبة يعني انا ممكن اطلع مثلا اقولك ايه اللعيبة اقصروا كمدير الفني اقولك اللعيبة اقصروا اللعيبة النهاردة ما قدموش المردود الجاية المهاجمين كنت مدربهم على جمل فنية ما طبقوهاش لكن اطلع اقول ان انا جربت كل المهاجمين وما لقيتش المهاجم اللي يخدم طريقتي او ما لقيتش المهاجم اللي انا كنت مستنيهم ولعبت برس تاو عشان برس تاو لما لعبته جاب جنين بعد كده تصاب انت بتشكك الجمهور نفسه في العيبته يطلع دلوقتي الجمهور مفيش حد من جمهور الاهلي يتضع لك الله انا عندي مجمين كويس pronunciation تانيوا هل الاهلي عنده مجمين كويسية؟ لما لما مجلس قدر اعطان الااهلي اتحرك وي行لوا التعاقت بقى شاد حسين هل شاد حسين دا كريم مش كان هدف الدور السنة الفات حد يقدر يقول ان شاد حسين دا مش مهاجم مميز الكل كان بيقول اوه شاد حسين ومشجع أهلاوي قبل ما يكون العيد فهيلعب بروح وحماس كمان بعيداً عن الجانب الفني الأهل عنده مهاجمين قال أهل عنده مهاجمين طيب على النقيد خلينا نقررنا كريم ما بين الزمالك وما بين الأهل لما الأهل اللي عنده شاد حسين وعنده برستاه وحسام حسن محمد شريف ومحمد شريف طبعاً وبرونسافيو بيلعبها وطهر ممكن يلعبها فأنت بتتكلم لما المدير الفني النادي الأهل يطلع هو عنده أربع أو خمس مهاجمين يقولك أنا ما عنده مهاجمين طيب جزولدو بريران إحية الثانية ما عنده مهاجمين انت بتتكلم سيف الجزيرة وسامسون واحد عنده مشكلة أنه هو اتأخر في العودة من تونس مجمد فنياً وصفقة لسه ما تأقلمتش أو ما نكتش ففعلاً ما فيش مهاجمين لكن أنت عندك ورق أنت كمدير فني لازم توظف الورق ده لازم تشتغل على ده أنا كمدير فني أجيب في التمرين والله أنا شايف أن الأربع مهاجمين اللي عندي دول عندهم سلبات في حاجة أشتغل على أداء أقدر أطول ما أنا كمدير فني مش مهمتي أن أنا أقفتشاً على الخط أنا فيه تدريب أجي كده بعد التدريب أعمل تدريب إضافي إحنا كنا بنتابع التدريبات يا كريم وحدما كان الأهلي والزمالك الدنيا مفتوحة وبننزل التدريبات كنا بنشوف مدير فنيين بينزلوا خصصوا فقرات سواء بعد التمرين مثلا يقول لك على التزديد من بره للمهاجمين كرات عرضية عشان ضربات الرأس طب أنت كمدير فني بتعمل إيه لما أطلع أقوله والله أنا شايف أن المهاجمين دول ما بيقدوش طب أنت دورك كمدير فني فيه وبعدين أنت أحبطت اللعيبة اللي عندك ممكن الناس تقولك لا والله ده مثلا إيه كلر بيقول كده عشان نحفزه برضو أنت بتحفز اللعيب اللي عندك وبردو في نفس الوقت أحبطته وخلص شككت الجمهور في المعجمين عظيم طيب بلال الأهلي الفتر اللي جاي وخلص ده حدخينا على فتر انتقلات يناير محتاج إيه أو بدأ يتحرك فيه هو النهاردة كلنا كمان في المؤتمر الصحف قال للنادي الأهلي ناد كبير هو عارف كواس جدا أنا سلمت قائمة الأسماء الراحلين وقائمة الأسماء اللي أنا عايزة بالزبط فبالتالي أنا شايف أن النادي الأهلي مركز حراسة المرمى محتاج لدعم كبير جدا الشناوي طول ما هو متطمن اللي هو مش هيبقى فيه بديل قوي اللي بره عالي لطفي محترم حريس محترم يعني بكل تأكيد بس أنا مثلا لما كاشناوي لو كان مثلا الأهلي كان بحاجة إلى محمد صبحي أكثر منه دي زمالك لو عددك بره محمد صبحي رجل عنده خبرات دولية رجل لها منتخب مصري كان محمد صبحي فما كسراص ممكن اختلف معك يا بلال بعد إذنك طبعا يعني الاختلاف صحي ما هو اختلاف صحي فعلا إنه أي نادي في العالم بيبقى عنده حارس كبير كلاس A وحارس ثاني كلاس B وحارس ثالث كلاس C لازم يبقى الترتيبة داية تمام يعني فكرة إنه يبقى عندك اتنين حراس كلاس A أصلا دي مش موجودة في العالم يعني مثلا ليفربول أليسون اللي بعده مين هتليه كلاس B كورتاوة اللي بعده مين هختلف معك في حاجة شيلسي مثلا شيلس عنده اتنين حراس بالنسبة لكلاس A كيبة ومنت استثناءات بزي زمالك ما هو داستثناء إنه يبقى عنده اتنين حراس كلاس A وكان عنده تلاتة أو اربعة كلاس A بس لما مندي مستوى تراجع مين دلوقتي اللي موجودة ومين اللي راكبه كيبة فبالتالي أنت كنادي أهلي لإما تدي الفرصة لمصطفى الشبير حارس مرمى ومماز جدا وموهوب بشكل كبير جدا وعنده قدرات الفنية كبيرة جدا فتديه للفرصة والدعم بحارس تاني يهدد عرش الشناو الشناو متطمنة كريم الشناو بيعمل غلطات ما يعملاش حارس مقتدئ النهاردة كنتشوف خطأ في ماتش سيراميكا بيكلب فريق تعادل يمكن السيراميكا مراحش وهدد جون الشناو كتير فده أمن أمن اللي هو كده كده أنا متطمن هناك كده من من اللعيب اللي موجودة دلوقتي تتوقع طرح العين نادي الآلي فنائر حتى لو على سبيل الآر يعني أنا شايف بعد التصرحات دي بشكل كبير جدا الحساب حسن ماشي بشكل كبير جدا قد نرى شادي حسين بس على معظمه ممكن يكون شادي يعني يبقى وقاقة بديلة احنا بتشوف شادي حسين الراجل بيستبعده من آخر ماتشين فانت ما انتش مقتنع به أصفا فبالتالي حساب حسن خارج حساباته تماما شادي حسين خارج حساباته من وجهة نظري دول أقرب الناس يمشي كمان فيه ممكن بنشوف في محمد محمود هيمشي محمد محمود ماشي بشكل كبير اللعيبة اللي هي بعيد لكن اللعيبة مصطفى ميسي اصلا الراجل بيستبعده كل ما يقول يقول أصلي مصاب الراجل اصلا جاهز فنيا وجاهز كل حاجة لكنه مش مقتنع به وقال له انت مالكش فرصة معي فلازم انت تلت هتاخد فرصتك برا عشان ترجع لي تاني الناد الاهلي كريستو المهاجم بتاع النجم الساحل ده مهاجم مهاجم جدا كان فيه حديث فواجنية حاكتر منه مهاجم يعني كان فيه حديث حصل ما بينه ما بين كابتر عثمان النقدار ده مدرب المساعد او المدرب العام في نادي ترجع تونسي بشبيه كريستو اللي هو محمد عمين الشيرميتي قالك صفقة مهمة جدا لعيب زغر في سنة 19 سنة قد يكون المبلغ اللي هيدفع الناد الاهلي في الصفقة كبيرة مليون و800 ألف دولار بس الاهلي يعني ليه فلوس عند النجم الساحل التونسي في صفقة كلوبالي فقد يعني الأهل آه يعني الصفقة دي هيخش فيها الفلوس هيخش فيها الفلوس اللي بتاعت الناد الاهلي اللي عند النجم الساحلي وهيكمل الفلوس بالنسبة عند 19 سنة لعيب بيضع يلعب كمان راس حربة وبيضع يلعب حتة الجناح هو أكتر حاجة مميز فيها الجناح الأيمن مساعد بيلعب على الجناح الأيسر ولكن هو مميز جدا في الجناح الأيمن هو لعب أشهر وبيخش بالنسبة 19 سنة لعيب مميز جدا وانت تدفع فيه الرقم دوت فده يبقى إضافة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وهتبقى كمان بالنسبة لقرار لازم يدي الفرصة شوية يعني فيه لعيب أمني زي من السنة من السنة اللي فادت اختفت تماما زياد طري ده زياد طري ده العلم هو مسجد انت ليه ما تدلوش وليه ما تعتمدش عليه وليه دايما احنا النادي الأهلي دلوقتي أو أي نادي في مصر دلوقتي أو التفكير الأولي اللي أنا عايز أجيب لعيب من بره طيب طيب قطع الناشئين دا هتدي فرصة احنا في مارش مارشستر ستين نهارده بنشوف جوارديولا بيعتمد على مثلا على لعيب عنده 18 سنة الاسم ريكو باكرايت عظيم يعني النهارده 18 سنة مكان كان سيلو اللي هو الحاجة العظيم اللي هو عصلا كان سيلو بيقدم أفضل ما هو اسمه كان بشاركة 2 لعيبة أول إمبارح والأول إمبارح 18 و 17 سنة عشان الوقت بيروح مني فلازم روح لنا دي الزمالك حكيلي الزمالك هشتني مين هيسين مين كل التفاصيل اللي تخص بقى الكسر بتاعة أوباما هيخرج ولا مش هيخرج هل محمود علاء هيرجي علاء المايك معك طيب خلينا نبدأ صفقات الزمالك هل الزمالك محتاج لصفقات المدير الفني مش طالب أي صفقات غير مهاجم هو شايف إن العدد كمان زيادة خلال فترة التمتقرات الصفقة كريم فلازم روح لتكلم مع الزمالك إن أنا عايز أدرب 23 لعيب بس وده اللي كان عامل أزمة في اختيار الصفقات إن العدد كبير لكن على أرض الواقع دلوقتي الزمالك شايف إن في احتياجات فنية بعض القراءة كمان جوا الجاز الفني قال لك لأ أنا عايز مدافع يعود غياب الوينش وعايز مهاجم وممكن نميل كمان إن إحنا نجيب بقريب طيب من المدافع المدافع خلاص محمود شبانة وفيه بند قطع أعرى فبنسبة كبيرة خلاص محمود شبانة هيكون في يناير موجود مين المهاجم؟ الزمالك بيتحرك في ناصر منسي هم شايفين إن ما فيش مهاجم محلي مميز ودي أزمة إن أنت ما عندكش حد تختار منه أنا ما أجيب مهاجم محلي ما عندهش فالمهاجم المحلي التحرك نحو ناصر منسي هل نادي البنك الأهلي؟ نادي البنك الأهلي متمسك بناصر ومن السنة اللي فاتت كان متمسك بناصر لكن الزمالك مش عايز أفقد الأمل قال لك نحاول عشان الزمالك حتى الآن ما استقرش على مهاجم أفريقيا بعد رحيل زكريا الوردي هم مستقرين في الجازل الفني وفي إقدارة الكورة على إن التدعيم بالمركز الأفريكي الخامس أو باللعيب الأفريكي الخامس اللي هيجي إنه يكون مهاجم مهاجم أو وينج بس يعني يقدر يلعب مهاجم لإن هم شايفين إن عندهم أزمة بعض القراء جوه الجازل الفني الكريم اتكلمت في حاجم طب ما أنا حاول أشوف عرض لتسويق سيف الجزيلي سيف الجزيلي لسا لها بكاس عالم أحاول أطلعه في يناير بس في الحالة دي لو أنا جدت مهاجم وهقدر أستفاد بي إنه هو اللي يشارك أبرز مركز هو تدعيم خط الهجوم عظيم مين بقى؟ بالنسبة للراحلين لأ قبل للراحلين عبدالله السعيد تاني؟ حسن معلوماتي هقول لك معلوماتي وكان فيه جلسة قريبة مع عبدالله السعيد ما فيش عبدالله السعيد حلو هو فعلا في الآخر ما فيش عبدالله السعيد بس كان فيه جلسة كان فيه جلسة إيه اللي حصل بقى؟ اتفضل يا بقى عشان عايفت التمسك عبدالله السعيد عبدالله السعيد تسوز أحمد هوري صح فيها جماعة فص أنا دم أي برنامج بطلع فيه هوري أتكلمنا عن عبدالله السعيد على خيال لما يعتزل مش نشترك بص هي صفقة أنا من 2018 احنا بنكرر من سلسل سيناريو عبدالله السعيد كل فترة انتقالات عبدالله السعيد دلوقتي خلينا نبدأ نقول انه عنده مشكلة مع برامدز مشكلة كبيرة وصلت انه هو فيه أزمة ما بينه وما بين هاني سعيد المدير الرياضي لنادي برامدز دفعت عبدالله انه عبدالله يفكر يخرج من برامدز ويأخذ تجربة تانية حلم عبدالله السعيد ختام مشواره بقاميس نادي الزمالك لان ده النادي اللي هيقدر يلعب فيه ويختم ببطولة ده هدف عبدالله السعيد وايضا حلم جمهور نادي الزمالك عبدالله السعيد بقاميس نادي زمالك ولكن الصفقة جوه نادي زمالك عليها انقساب البعض قال لك خلاص لازم نقفل بقى عبدالله السعيد ثمانية وتلاتين سنة فصعب ان انا جيبه ومش هيلعب مع افريقيا لكن في بعض الاراق قال لك لا كده كده احنا شايفينه في الملعب اهم العيب في برامدز او من اهم العيبة برامدز فانا هقدر استفاد منه لو مش هستفاد حتى في افريقيا هستفاد في الدورة هيبقى تدعيم كواس جدا وخيار كواس جدا في استقرار على الصفقة الحد دلوقتي مفيش استقرار ان الصفقة تم لكن في بعض الاراضيين ما بقولك بيحاولوا جوه اقدرت الكورة ان ينهو صفقة عبدالله السعيد خاصة انها مش هتكلف الزمالك مبالغ كبيرة عبدالله هيجي براتب اقل من بياخده برامدز ممكن نقول انه نص راتب مع برامدز وكمان نادي برامدز ميش هيرغالي زي ما حصل في صفقة دونجا هستقدر ان هو يضم دونجا من برامدز الراحلين مفيش راحلين بالشكل الناس متخيلان ان ممكن ان زي ما لك يفرغط لو حد هيخرج ممكن مثلا ان يكون اوباما لو زي ما لك هتحرك ان هو يجيب محمود شبانة لو زي ما لك هتحرك في مراوان عاطية من الاتحاد السكندري لو الاتحاد السكندري يبقى عنده نيا انه يتخلى عن لاعب زي مراوان عاطية الزي ما لك عايز مراوان عاطية وهيبقى اضافة لخط النص يعني مش صفقة ارجنت او ان هم وزمالك في احتياج فني لللاعب عشان ما مفيش في خط النص بس ان لو هسيب اوباما للاتحاد ممكن ادخله في صفقة مع مراوان عاطية بس لكن فكرة ان انا اتخلى من باب التخلي لا مفيش خلاص سنة كده كده لعيب موجود عندي لكن اوباما نفسه شايف ان هو محتاج ان يطلع ياخد تجربة بعيد عن الضغط الجمهيري اقدر استعيد بريكي وتقلقي ويعني اظهر بثوب جديد لان خلاص جمهور ضغط على اكتر من اللعيب هجوم شوية على عمر جابر هجوم شوية على يوسف اوباما تشكيك في مستوياتي ففيه لعيبة تقولك لأ انا اطلع زي محمود علاء محمود هيك اترهبته كده مراوان حمدي مراوان لما خرج من ناتذ زمالك قالك لأ انا مش هقدر استحمل انا عايزة فهي مش راحلين بالشكل انا الاسف الوقت خريص بسرعة دايما الاوات السعيدة معك كريم الاوات حلوة انا ياسب جدا وينبس نكمل للصبح سلام ب League啦 مشكرك شكرا جزيلا شرفت يناقل ذلك